موسيقى أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من لقاء خاص أكثر من 450 ألف سوري يقطنون ولاية غاز عينتا بحسب إحصائية أصدرتها الشهر الماضي جامعة غاز عينتاب نقف اليوم على مشاكل هؤلاء ونحاول أن نأخذ الإجابات ونختبرها من الجانب التركي ومعنا للإجابة عن هذه الأسئلة ضيفنا لهذا اليوم ولغاز عينتاب السيد داودغول أرحب بك سيد داودغول معنا في كيفزيون سوريا وأنا شكرك على هذه الاستضافة أود أن أبدأ معك من تغريدة نشرتها على حسابك في تويتر منذ أيام تعرض هذه التغريدة مجموعة من الطلاب السوريين الذين ينشدون النشيد الوطني التركي بتقديرك إلى أي مدى نجحت سياسات الدولة التركية في دمج السوريين كطلاب وكمجتمع سوري مع المجتمع التركي نشكركم لحضوركم ومرحبا بكم طبعا وجود السوريين واندماجهم في الحياة هنا بقدر ما هي مسؤولية الحكومة التركية هي مسؤولية السوريين ونجاحهم في الوقت نفسه الدولة تؤمن الإمكانيات لكن استخدام هذه الإمكانيات من عدمه وعدم الاستفادة منها بالشكل المطلوب هو مسؤولية السوريين أنفسهم باختصار ما تفعله الدولة هو تأمين الإمكانيات ذهب الأطفال الذين هم في سن الدراسة هو مسؤولية الأهل والدولة أيضا تقدم دورات لغة تركية للبالغين وكذلك فتحت دورات مهنية لمن يريد كسب مهنة هل كانت كافية بتقديرك خلال الفترة الماضية وهل أعطت النتائج المرجوة منها هناك نجاحات كبيرة ضمن هذه الأشياء وخاصة في مجال التعليم لكن هناك نجاح غير كاف في مجال تعليم البالغين لو كانت ناجحة مئة بالمئة لكان من المفروض بعد سبع سنوات أن يتحدث الجميع عن لغة التركية بشكل جيد إذا كان لا يتحدث الجميع عن لغة التركية وإذا كان لا يستطيع التعبير عن نفسه واحتياجاته باللغة التركية في الشارع والسوق ولا يستطيع التجول دون مترجم فهذا يعني بأننا لم ننجح في بعض الأمور طب موضوع الانتماج سيد الكريم يعني هو ليس من طرف واحد لا يختص فقط في المجتمع السوري هناك أيضا طرف المجتمع المضيف شهد السوريون خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المواقف العنصرية ربما ليس فقط من الأتراك في الشارع بل حتى من أشخاص في مواقع مسؤولية مثل المعلمين في المدارس أو حتى الموظفين في المؤسسات الحكومية هل تعتقد أن هناك رسائل تصل بين الطرفين مثلا بشكل خاطئ أو إشاعات هي التي تتسبب بسوء التفاهم هذا بين الطرفين هذا ليس صحيحا تركيا فتحت أبوابها لأربعة ملايين ضيف طبعا ضمن هؤلاء بغض النظر عن كونهم سوريين حتى ولو كانوا أتراكا سيخلق قدومهم مشكلات مختلفة إذا تحدثنا على مستوى غازي عنتاب فإن عدد سكانها مليونان نسمة وفجأة ارتفع مع قدوم السوريين إلى مليونين ونصف المليون نسمة هذا الوضع أثر وخلق مشكلات وصعوبات على المساحات الاجتماعية ومياه الشرب والسكن والمساحات الخضراء وفي كل مجال يخطر ببانكم مثال على ذلك بلغ عدد طلاب الصف الواحد في بعض الأحيان بين 50 و60 طالبا مما خلق مشكلات عديدة كسياسة دولة وكشعب تركي لا يوجد أي ردة فعل سلبي تجاه السوريين ولو كان هناك أي ردة فعل محتضنت الدولة السوريين لكن بمفهوم فردي كما أن هناك مشكلات بين السوريين ومشكلات بين الأتراك يمكن أن تحدث مشكلات أيضا بين الطرفين بين الحين والآخر وبنظرة عامة وعندما ننظر إلى اللوحة الكبيرة نرى إرادة الدولة التركية ما هي هذه الإرادة؟ الإرادة بأن تركيا فتحت أبوابها دون تمييز الذين تعرضوا للضغوط في بلادهم وواجهوا الموت قدوم أربعة ملايين إنسان من ست أو سبع أو ثماني سنوات حتى وإن كانوا يعيشون بمالهم الخاص وبغض النظر عن المساعدات الاجتماعية المقدمة من تركيا حتى ولو أتوا بغرض السياحة فإن وجود أربعة ملايين شخص سيخلق مشكلات حقيقية بتأكيد فهم أيضا فهم أيضا تقع عليهم مسؤولية في هذا القطع الاجتماعي ما أننا تحدثنا عن مدارس والطلاب في عدة مواقع كيف تقيم تجربة دمج الطلاب السوريين اليوم في المدارس التركية بعد عدة أشهر على بدايتها بشكل واسع طبعا من باب الاعتياد على العيش في تركيا الشباب والأطفال أسرعوا اعتيادا لكن مع الأخذ بعين الاعتبار بأن البالغين لديهم مسؤولية إعالة أسرهم لذلك لا وقت لديهم لمثل هذه الأمور فلهذا السبب تم افتتاح دورات لغة تركية ليلتحقوا بها في أوقات فراغهم في منتصف العام الماضي تم حل ثلاثة مخيمات كانت موجودة ضمن ولاية غازي عينتاب ونسبة كبيرة من السوريين الذين كانوا ضمن هذه المخيمات عادوا للعودة في المدن بعد حياة مخيم ربما دامت عدة سنوات كيف هي هذه التجربة إلى أي مدى يستطيع اليوم يوزيون الخروج من تجربة المخيم أن يعودوا للاندماج في مجتمع مدني طبيعي لا يمكن أن تبقى المخيمات لمدة عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين في المكان نفسه لذا تم إغلاق المخيمات التي لم تبقى حاجة لوجودها المخيم الموجود في نزب مستمر حتى الآن نحن نتمنى أن تتشكل منطقة آمنة على المدى المتوسط في سوريا وأن يتحقق السلام ويعود السوريون إلى بلادهم التي ولدوا فيها ويكمل حياتهم فيها ويريد القلب أن يحدث هذا الأمر فورا ونحن نؤمن بأن هذه الضائقة قد تستمر سنة أو سنتين أو ثلاث لكن بالتأكيد لن تستمر للأبد وبالتأكيد سيواصل السوريون حياتهم في بلادهم بشكل آمن وحر وخلال هذه المرحلة يتوجب علينا تأمين الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية والصحية في إطار إمكانيات الدولة التركية وفي إطار إمكانيات المجتمع المدني وفاعل الخير السوريون أخوتنا احتضلناهم ونعمل على قدر طاقتنا لتأمين احتياجاتهم طب سيد قل هل هناك رقابة حكومية على موضوع توزيع المساعدات حتى ما يخص منظمة الهلال الأحمر على سبيل المثال يعني يشتكي مجموعة من السوريين بأنها لا تصل ربما بالضرورة لمستحقيها هل هناك رقابة معينة تمارس على هذا القطع ليس صحيحا ما تفضلت به إن كانت هناك حالة معينة يمكن البحث والتدقيق فيها كل إجراءات الهلال الأحمر شفافة وتظهر لديها كل ما أعطي وأخذ لكن إن قلتم بأن الشخص الفلاني قد صادف مشكلة ما فيمكن البحث والتدقيق فيها سيد قل الكثير من السوريين يجأون إلى طرق باب الوالي حين تتعصر بعض المعاملات أو يكون لديهم حالات صحية معينة أو ربما تتعرقل بعض معاملاتهم الحكومية يعني تصل أحيانا بعض هذه الاسترحامات بالقبول وأحيانا أخرى ربما تقابل بالرفض لسبب أو لآخر ما هي أبرز الحالات التي يستطيع الوالي أن يساعد فيها في هذا السياق ليس فقط السوريون لا تحل مشكلتهم هناك أتراك أيضا لا تحل مشكلتهم بعضها تحل وبعضها الآخر لا تحل لا يوجد لدينا عصا سحرية لحل جميع المشكلات والصعوبات ولإيجاد أجوبة لجميع الأسئلة فالصعوبات التي يواجهها السوريون هي نفسها التي يواجهها الأتراك هذا هو الحال في التعليم والصحة وكذلك في الحياة الاجتماعية وفي موضوع المساعدات الاجتماعية أيضا نتمنى لو كانت الإمكانيات أكبر من ذلك وحل المشكلات دون عناء مخالف للطبيعة لكن الخدمات المقدمة للأتراك هي نفسها التي تقدم للسوريين وإدارة الهجرة هي الجهة المسؤولة عن شؤون الأجانب طبعا لدينا المشكلة الآتية لدينا ثلاثة ملايين ونصف أو أربعة ملايين سوري قسم من هؤلاء لديهم طلبات جنسية طبعا لا يمكن تلبية جميع الطلبات سنذهب للتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر في القسم الثاني من الحلقة لكن كنت أريد أن أعقب موضوع تكرار الحالات الفردية التي تلجأ للوالي باسترحام وغيره هل يدلل على وجود عدم كفاية مثلا بالقوانين الموجهة للاجئين ويمكن إعادة النظر في هذا القطع في إدارة الهجرة هناك وحدة خاصة بالأجانب وبالسوريين وهي وظيفة إدارة الهجرة بطبيعة الحال وعند مراجعة أحدهم وكانت النتيجة سلبية طبعا بقدر ما المواطنون الأتراك لا تلبى كل طلباتهم كذلك المواطنون السوريون لا تلبى كل طلباتهم وليس بالإمكان تلبية جميع الطلبات ولا توجد لدينا هذه الإمكانية مع الأسر مشاهدين المزيد لدينا مع والي غازي عنتاب السيد داود جول لكن بعد فاصلا قصير فابقوا معنا أرحب بكم من جديد مشاهدين ضيفنا لهذا اليوم والي غازي عنتاب السيد داود جول أرحب بك مجددا معنا سيد جول خلال استطلاعي لبعض آراء السوريين قبل هذه الحلقة وصف بعضهم حالتهم دون إمكانية استصدار وذون السفر وكأنهم يعيشون في سجن لماذا بتقديرك يعني تعرق المعاملة من هذا النوع لسيما أن لها شق أمني وأعتقد أن الشق المتعلق بالموضوع الأمني هو من اختصاصكم نحن نتحدث عن أربعة ملايين شخص ذهابهم وانتقالهم في جميع أرجاء البلاد سيخلق مشكلات اجتماعية وأمنية وإذا ارتكب من بينهم نسبة واحد على عشرة آلاف أو حتى واحد على مئة ألف جرما تصبح البلاد غير صالحة للعيش فيها السوريون موجودون هنا لمدة مؤقتة وعندما ننشرهم في جميع أرجاء البلاد يمكن أن يتجمعوا في مدينة معينة وعندما يتجمعون في مدينة معينة قد تستطيع أمكانيات تلك المدينة استيعاب تلك الأعتاد تخيلوا لو تجمع أربعة ملايين شخص في مدينة إسطنبول أو في مدينة غازي عنتاب لذلك فإن السفر إن لم يكن لأسباب معقولة ومقبولة فلن يسمح به يعني ذهاب شخص من مكان لآخر يجب أن يكون لسبب ما لتجارة أو بسبب مشكلة صحية أو أي سبب آخر مشابه لكن أن يقول أحدهم لم أجد عملا هنا أسافر إلى مدينة أخرى فهذا ليس سببا كافيا للسفر هذا ليس صحيحا لا يفيد السوريين ولن يفيد الحكومة التركية أيضا هناك بعض العائلات الآن مثلا يقطن الأب أو المعيل في مدينة بينما الأطفال والزوجة في مدينة أخرى ولا يستطيعون الانتقال بهذه الطريقة يعني لمن يلجأون في هذه الحال هل يمكن أن يقوموا بتقديم استرحام مثلا كما معاملات أخرى أم يعني أين يجب عليهم أن يلجأوا يراجع إدارة الهجرة وهناك آلية عمل معينة داخلها ووفقها يتم حل الأمور نعم طب سيدي الكريم هناك حالات وجهة بعض السوريين قلغيت فيها بطاقة الحماية المؤقتة لسبب أو بآخر يعني أصبح السوري يصير بتركيا بدون بطاقة تعريف خاصة به وقد يكون أصلا فاقدا للأوراق الثبوتية السورية بشكل أو بآخر نتيجة الحرب أو نتيجة القصف والدمار في هذه الحالة يعني ما الذي يمكن فعله إذا كان يحاول استصدارها مرة أخرى ولا يقومون بإصدارها لها أو يفرضون شروطا صعبة مثلا عليها كل من يعيش في غازي عنتاب يتم تحديث بياناته وقيوده وفق جدول زمني وسيتم تحديث قيود جميع هؤلاء قد يكون بعضهم تم ترحيله خارج الحدود وكل من عاد من هؤلاء بطريقة غير شرعية مرة أخرى فلا يمكن إعطاؤه بطاقة تعريف الأجنبي الكملك مرة أخرى لكن إن أتى مع الأربعة ملايين شخص مع موجات الهجرة فإنه سيتم منحهم الكملك هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتواصل ربما بين المؤسسات التركية والممثلية التابعة للنظام الموجودة في تركيا مشكلة التواصل هذه تخلق مشكلات أخرى في تسجيل مواضيع الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وأيضا في تسجيل المواليد هل هناك إمكانية لإيجاد صيغة معينة للتواصل في الوضع الراهن وبقاء النظام حتى الآن للمرة الرابعة تسألين السؤال نفسه وسأجيب للمرة الرابعة هناك مشكلات وصعوبات يعاني منها المواطنون السوريون كما يعاني المواطنون الأتراك أيضا من المشكلات مشكلات السوريين والأجانب تهتم بها إدارة الهجرة لا يتم تلبية جميع الطلبات لأن بعض الطلبات من النوع الذي لا يمكن أن يلبى عند مراجعة السوريين إدارة الهجرة إن كانت لديهم مشكلة فإنه يتم تلبية الطلبات الممكنة ويبينون الأسباب للطلبات غير الممكنة هناك الكثير من ملفات التجنيس العالقة في ولاية غازي عنتاب ما سبب تعرقل هذه الملفات؟ مسألة التجنيس مسألة جدية فالشخص المرشح يتم البحث والتدقيق حوله وفق آلية معينة وكما هو واضح من الإسم فإنها جنسية استثنائية ويجب على الشخص أن يحمل شروطا معينة وفي آخر تصريح لوزارة الداخلية فإن 75 ألف شخص انطبقت عليهم الشروط وانتهت إجراءات تجنيسهم لذلك من تنطبق عليه الشروط يتم تقييم طلبه في هذا الإطار شهد العام الماضي بعض الاحتكاكات الأمنية بين سوريين وأتراك في ولاية غازي عنتاب لعل الاحتكاك الذي حدث الشهر الماضي قد توفي الشاب التركي منذ أيام الذي كان ضحية لهذا الاعتداء اعتداءت من هذا النوع يجري تضخيمها عادة إعلاميا أريد أن أعرف منك النسبة الحقيقية للجريمة بين السوريين حتى ربما يمكننا ضحط بعض الشائعات عن طريق ذلك نسبة ارتكاب السوريين الجرائم ليست أكبر من نسبة الأتراك ونحن لا نقيم المسألة على اعتبار مرتكب الجرم سوريا كان أو تركيا فالأساس في الجرم أنه فعل شخصي لذلك هناك من السوريين والأتراك من يرتكبون الجريمة ويمكن ارتكابها ضد بعضهم بعضا أو ضد الطرف الآخر لكن من يرتكب الجريمة هو شخص فالأقوام والدول لا ترتكب الجرائم لذلك يجب تقييم الأمر من هذا الجانب نسبة ارتكاب السوريين الجريمة في عنتاب خفضة والانطباع الموجود في الإعلام بأن نسبة ارتكابهم مرتفعة ليس صحيحا بما أننا نتحدث في الملف الأمني تحدث أحيانا بعض الاعتقالات مع السوريين تكون بشبهة الإرهاب عام 2017 أيضا حدثت اعتقالات وحالات ترحيل وقيل وقتها أنها متعلقة ربما بالانقلاب الذي حدث في تركيا كيف تتابعون ملفات كهذه؟ طبعا نحن نتحدث عن 400 إلى 500 ألف شخص هناك بين السوريين من ارتكب الجريمة ومن يرتكب جرما فإن الأمن والقضاء يتولون الموضوع وتتم الملاحقة القضائية إن كانت هناك أدلة يدان المذنب ويتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه الإجراءات المطبقة على الأتراك حين ارتكاب جرم نفسها تطبق على السوريين ويتبع نفس الأصول في الاستجواب والتحقيق والملاحقة القضائية حتى لو كان الأمر متعلقا بنواحي الإرهاب وما إلى هناك ولم يكن جنائيا أو بالارتكاب جنحة أو جريمة أو ما إلى هناك يعني كيف هنا يرى الموقوف حقوقه إلى إن يجب أن يذهب الأتراك عندما يتورطون في أعمال إرهابية فالإجراءات المطبقة عليهم نفسها تطبق على السوريين فيما إذا تورطوا في أعمال إرهابية بشكل عام السوري الذي يتعرض لمظلمة أو يشعر أن له حق هنا أو هناك ولم يستطيع أخذ هذا الحق إلى أين يتجه؟ هل هناك لجان؟ هل هناك مكاتب معينة؟ تم أحداثها أو من الممكن أحداثها تكون متخصصة فقط بالاهتمام بمظالم اللاجئين وبسير أمورهم وحياتهم عندما يتعرض التركي للظلم أين يراجع؟ فالسوري يراجع المكان نفسه القصر العدلي والمحاكم عندما يكون الإجراء إداريا يراجع إدارة الهجرة المسؤولة عن مثل هذه الأمور بما أننا هنا في ولاية غازي عينتاب هذه الولاية التي لها طابع اقتصادي معين كيف تقيم الفعاليات الاقتصادية للسوريين داخل الولاية؟ هل أسهموا بشكل أو بآخر؟ كيف تقيم هذا الاسهم؟ هناك من ساهم من السوريين في اقتصاد البلد هناك قرابة 1700 سوري يعملون في التجارة والصناعة نحن ننظر إلى الموضوع بالشكل الآتي في تركيا وفي غازي عينتاب يمكن للجميع ممارسة التجارة والصناعة دون أي عائق أو مانع لكن بشرط واحد التجارة والصناعة يجب أن لا يكون خارج الأطر القانونية لأن ذلك يؤدي إلى منافسة غير عادلة يعني عندما تدفع الضريبة والضمان الاجتماعي وتحقق الشروط المطلوبة ومنافسك لا يلتزم بهذا سينتج عن ذلك منافسة غير عادلة يمكن لأي أحد من أي نقطة من العالم أن يأتي إلى تركيا لممارسة التجارة والصناعة لكن بشرط الالتزام بالشروط والقواعد ونحن بحاجة إلى هؤلاء المنتجين ولا توجد أي مشكلة في ممارستهم نشاطهم عند العمل يجب أخذ الإذن وأن يكون مسجلا بشكل رسمي وعن الإنتاج وتشغيل العمال والتجارة يجب أن يكون كل ذلك مسجلا ومقيدا وعن مخالفة القوانين والعمل خارج حدودها سيخلق ذلك مشكلات اجتماعية واقتصادية في الوقت نفسه لا يمكنك القول أتيت هنا لفترة ومرحلة مؤقتة ويجب مراعاتي يمكن تقديم مساعدة اجتماعية ولا يمكن تقديم مساعدة اقتصادية لا يمكن القول في الأنظمة ما بين قوسين نغض الطرف نسامح نراعي لكن في المساعدات الاجتماعية مثلا الزكاة في فعاليات المجتمع المدني يمكن القول مظلومون يجب مراعاتهم وتقديم المساعدة لكن أن تقوم بتشغيل 200 أو 300 أو 400 عامل بشكل غير رسمي دون تسجيلهم فلن يسمح لك بذلك قسم كبير من منتجين الأدراك مسجلون وينتجون بشكل قانوني أريد أن أرسل رسالة عبركم يمكن لأي مواطن إن كان تركيا أو سوريا أو أمريكيا يمكنه ممارسة التجارة أو الصناعة في غازي عنتاب بشرط الالتزام بالأنظمة والقوانين وطالما التزم بذلك فلا توجد مشكلة ونضعه فوق رؤوسنا لكن يجب أن يكون اقتصادا مسجلا وإذا تعرض العمل السوري بشكل أو بأخر إلى عدم قبول رب العمل إلى تسجيله في التأمينات الاجتماعية وهذه مشكلة تحدث كثيرا بين السوريين إلى أين يجب أن يتجه هل يستطيع الشكوى بشكل أو بآخر في هذا السياق مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من تهتم بأمور كهذه ونحن أيضا سنكثف الرقابة سيد قول هل هناك من رسالة توجيهة إلى السوريين في تركيا عامة وفي غازي عنتاب أنتم لم تسألوني لكن أريد التطرق لبعض المواضيع لدينا 75 ألف طالب سوري يذهبون إلى المدارس في المدينة وأيضا في جرابلس والباب التي هي ضمن نطاق إشرافنا هناك 85 ألف طالب يذهبون إلى المدارس هؤلاء حتى يتلقون أفضل تعليم وضمن إمكانيات الدولة ومثلهم مثل الطلاب الأتراك يستفيدون من الخدمات بالشكل نفسه السوريون كما الأتراك يستفيدون من كل الخدمات في الشارع وفي الحدائق وفي الاستفادة من المراكز الاجتماعية يعني نحن نتشارك غنانا وفقرنا معهم نتشارك إمكانياتنا مع أخوتنا السوريين دون أي تمييز هذا لا يعني أن السوريين لا توجد لديهم مشكلات وصعوبات فالسوريون لديهم كثير من الصعوبات والمشكلات كما الأتراك كل من يعيش في هذه المدينة لديه مشكلات وصعوبات والسوريون لهم حصة من هذه الصعوبات والمشكلات مثل الأتراك أشكرك شكرا جزيلا وليغازي عن تاب السيد داود قول أشكرك مرة أخرى أيضا على استضافتنا هنا مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم على طيبة المتابعة وإلى اللقاء أشكركوا في القناة